في موضوع اخر جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة في اجتماع صاخب مع نظره الهولندي ستيف بلوك جدد التأكيد على الرفض القاطع للتصريحات والافعال وتدخلات الصادرة عن هولندا بخصوص الاحداث في الريف وفي هذا الصدد سلم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رسالة جوابية تتعلق بتقرير ستيف بلوك الموجه للبرلمان الهولندي وشدد بوريطة في هذا السياق على ان هذا التصرف لا يمكن ان تقبل به المملكة المغربية وانه يشكل موقفا سلبيا صارخا تجاه المملكة وينطوي على مغالطات ثابتة ومصطلحات غير مناسبة وتقييمة خاطئة للوقائع وكذا على تصورات في غير محلها وندد بوريطة بالطابع الانفرادي لهذه الخطوة الهولندية شكلا ومضمونا مؤكدا ان المغرب ليس بحاجة الى دروس من احد وان المملكة المغربية عرفت كيف ترسخ وتقوي مؤسساتها التي تشكل حجر الزاوية وضمان لاستقرارها شكرا